اهلا بكم بخلقة جيدة النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن relationship tips والنهاردة فيه سؤال دايما كنت بتسئله عن الابراج بس زي ما اقولتلكو دايما لو فيه سؤال بتسئله عن الابراج والاجابة اجابة عامة هحوله الى relationship ونتكلم فيه general نهاردة هنتكلم عن الحاجات اللي انت لو بطلت تعملها الشخص اللي بتجاهلك او الشخص اللي هو بيتقل عليك هيبطل يعملها وهيتغير يعني من ناحيتك فجأة بعد ما كان مش مهتم او بيتجاهلك او حاجات دي الحاجات دي بتأثر على علاقتك بالشخص اللي قدامة بتخليها تجاهلك كالعادة بليس ما تنسوش تابعوني على ال social media على الانستجرام بتاعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب راشا مورال وبليس كمان تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو بتاعكو بيدعم القناة بيدعم الفيديو طيب ايه بقى الحاجات اللي انت لازم تبطل تعملها علشان لو انت بتعمل الحاجات دي اي حد مرتبط بك او اي حد حتى لو هو معجب بك او عندك راش عليك هيبدأ يهرب منك وهيبدأ يهرب من علاقته معك ودي بتنطبق على جميع الابراج يعني مش بتنطبق على برج واحد لا تقريبا كل الابراج ممكن نسب متفاوتة وهقول لكم النهاردة احنا بنتكلم ايه النسب اللي ابتكلم عنها بس كلهم كلهم هيهربوا لو انت بتعمل الكلام ده طيب رقم واحد ايه دا تكون بتلاحق الشخص ده بتلاحق ازاي يعني يعني مثلا انت كلمته انا كلمته الشخص ده على الكراش بتاعي والشخص اللي بحبه الشخص مرتبطة به على الموبايل مردش او مدخل على الواتساب على طول انا كلمتك على فكرة انت مردتش عليه هو انت ما بتردش ليه؟ ما ردش او متصله بيه تاني ما ردش او متصله بيه التالت ما ردش او بعتله على المسندر شافت بتاعه ما ردش او بدخله على الانستجرام يعني مهما ان حصل ما تفضلش اتبع اي شخص وتلاحقه وتجري وراه على السوشيال ميدر ان الموضوع ده بيقلل منك جدا بيقلل من صورتك وبيقلل من مكانتك انت كلمت حد والحد ده ما ردش خلاص تسيبه بقى هي مكالمة واحدة ماكسموم لو انت محتاجه ضروري جدا مكالمة تاني وما تفضلش بقى مكالمة تاني ما تفضلش بقى تلاحقه وتجري وراه على السوشيال لهبة اللي عبيت المجنون ده بيقلل من مقامتك قدامه جدا 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 تاني حاجة انت تكون شخص فضولي وهو ما تدلكش المساحة دي يعني ما تخشش في المساحة بتاعت حد هو ما تدلكش المساحة دي يعني ما تكونش مثلا الي هو فضولي جدا تفضل تقوله هو انت راح فين ؟ هو انت بتعمل ايه؟ طالما هو ما قالكش لوحده انت تبطل تسأل انا بشوفها مع ناس كتير جدا ابراج الترابية كده الابراج الترابية ما بتدخلوش عادة في ما لا يعنيهم يعني مثلا او الابراج يعني حاجة كده ما تنهمهمش خلاص من انت همش يبقى ما كنتش فضولي وتفضل تسأل وتستفسر وتقول له طب انت راح فين تبقى عملت ايه طب ميه بيكلمك طب ليه طب ليه انه هيزهق منك ويقعد يقول ايه القرف ده هو عما يعادي هو ماله فخليك شخص تقيل في فضولك يعني لو انت شخص فضولي انا يا جماعة فضولية فانت شخص فضولي امسك نفسك لانه ما بتفضل تسأل استفسر استفسارات كثيرة الشخص فضولك هيبقى ملاب منك وحاس ان انت شخص خفيف كده تالت نقطة ان انت ان انت تحسس شخص ده ان انت ممكن تستغنى عنه لما تحسس ان انت متقدرش تستغنى عنه وان مهما انخصل منه انا متمسك بيك وانا مقدرش يمشي وسيبك انا من غيرك هبقى وحيد فلما الشخص ده حسس ان انت بقيت ابالب الاوي ومتاح جدا وان ان انت مش قادر تستغنى عنه مش قادر تعيش من غيره مش قادر هيبقى حاسس ان انت على طول موجود بالعكس حسيته انه ممكن يفقدك في اي وقت من الاوقات انت في اي وقت لو معجبكش طريق تعمله معاك او لو هو دايقك او هو استفزك لا انت ممكن تمشي لان انت متضايق فحسس الشخص ده ان انت في اي وقت انت مش مبسوط او متضايق من طريق تعملك معاه انت ممكن تمشي وتسيبه يعني انت ممكن تسيبه عادي الشخص ده بيتساب يعني طيب نقطة برضو مهمة جدا جدا ان انت متحسسوش انت بتتنبيه على حساب نفسك مهما حصل في حياتك اوعى او حزاري وبحزارك او هو ان انت تهتم بشخص او ان انت تدي لشخص بريوريتي على نفسك ده في نوع من انواع الفشل الاجتماعي لان لو عملت كده انت هتفشل في العلاقة هتفشل وهتخسر نفسك وتخسر الشخص ده انت رقم واحد ما تبديش شخص عنك يبقى انت لازم يبقى اهتمامك الاول هو انت بعد كده اي شخص تاني هاتمش بالبورتنا بتاعك وتزامش باي شخص تاني على حساب نفسك لان زي ما قلت الموضوع ان انت هتخسره وهتخسر نفسك طيب اه ما تكونش شخص ثرصار ثرصار ده اللي هو ايه بتتكلم عفودي المليان يعني ايه رغي بلا هدف رغي بلا هدف كلام بلا هدف تحس ان انت تافك ده هو يستدفهك يستدفه كلمك تحس ان انت مش تقيل مش بتحسب الكلمة بتخرج منك فانت بتتكلم مخلاص من اجل الكلام فما تكونش شخص رغاي بيقول اي كلام مخلاص او ثرصار كلمة ملوش معنى الناس كلها بتحب الناس الرسية الناس العقلة الناس الرزينة فكل ما انت بتتكلم وخلاص كده كل ما بتبعد الاشخاص المهمة عنك طيب نقطة برضو تانية ما تقعدش تتكلم كتير عن الماضي بتاعك يعني ايه لو انت كنت مرتبط او مصاح بحد او في حد في حياتك تفضلش بترغي وتتكلم عن مميزات وتتكلم عن يويوب وتتكلم عنه كتير لان الشخص ده في مراحل هحس ان انت هو مش فارق معاك انت فارق معاك الماضي وفارق معاك الاكس بتاعك او شخص انت بكونت مرتبط بيه اكتر منك فما تجيبش سريكة الماضي بتاعك او علاقاتك اللي قبلك كده خلاص ممكن مرة تحكيه ويصل من اجل ان هو يكون عارف القصة بش ماشكورت شواته ده فلان ده الاكس بتاعي كان بيعمل ده كان بيوديني ايه ده ده انا شفت البتاع ده ده هو اللي كان يبهايلي ده البلاوس دي هو بيحبها قوي يعني بلاش تكلم كتير عن الشخص اللي انت كنتم مرتبط بيه برضو حاجة ان انت بتكلمش كتير عن نفسك يعني انا بحبش الناس بتبضل تتفاشخر وتتكلم وهم مش شايف احد في دنيا غيره يبقى طوله النهارة عملت تكلم عن نفسك وعن انجازاتك وعن الماضي بتاعك وعن حواراتك وعن صورك وعن شغلك فتحس ان انت انا بحس ان انت شخص ان انت شخص اناني كده او ان انت عندك عقدة ناص بحاول فما تتكلمش كتير عن نفسك خلي افعالك هل تتكلم عنك مش كلامك فان انت تتكلم كتير كتير الشخص ده يحس ان انت ناقص او ان انت مش واثق في نفسك او ان انت عندك مشكلة بتتكلم عن نفسك كتير كده ليه ما تسيبني يا عم انا اللي اكتشف فهميني النقطة دي مهم جدا طيب حاجة تانية ان انت تكون شخص بتغير كلامك كل شخص تغير كلامك تبقى مش مستقر نفسيا مش مستقر عاطبية اه مش يعني ايه بتغير اعتمد عليك ان انت شخص غير ما اعتمد عليك فبليز لما يكون بتوع لحد وعد او متفق معنا لاتفاق او حاجة زي كده حاول ان انت تبقى منتظم في الحاجات دي عشان الشخص ده ما يخدش عنك ان انت بتتكلم وخلاص اه حاجة تانية ان انت لازم تكون اه لازم تكون عندك كرامة يعني ما تحسوش ان ان انت هو ما حصل فيك انت بتحبه وتموت فيه وتموت فيه هواه وانت متمسك به اقصد درجة حتى لو هو اهانك حتى لو هو اجي عليك حتى لو هو عاملك بطريقة مش كويسة فبليش التسامح المفرط يعني بلاز تكون متسامح مش تقصد ده تسامح بزيادة لدرجة ان هو ممكن يغلط فيك وحاسة ان انت خلاص انت مش هتزعل ومش هتتضايق وهترجع تصالحه وان هو يعني مش معمالش فيك حاجة بالعكس لما حد يغلق فيك ارفع ايدك ولا انا مش هعجبني ان انا اتضايق على فاكل انت محبش حد تتكلمني بطريقة انت مش من حقك ان انت تتكلمني بطريقة دي مش حقك تتكلم عابل الاسلوب ده اعترض متبقاش شخص كده متسامح في حق نفسك متسامح في حق كرامتك متسامح في حق عزة نفسك طيب برضو من النقطة المهمة جدا ان انت متكونش انت عمال بتشيز الشخص ده عشان يحبك بالعافية مفيش حد يحبك بالعافية يعني بلاش تكبر حد على مشاعر او حب او حسيس مهما تحصل مفيش حد يحب حد بالعافية فلو الشخص ده مش معجب بيك او مش مستريح لك او مش حاسس بكامستري ما بينك وبينه خلاص ايه مش بالعلاقة دي ومتبضلش تقول لا انا هخليه حبني هو اصلا هيحبني فمتكبرش اي حد في الدنيا على يعني على علاقة هو مش عايزها طيب يبقى يعني خلي عندك كده كرامة خلي عندك برياء خلي عندك عزة نفس طيب الحاجات برضو اللي ممكن لازم تبعد عنها لشان خاطر الشخص ده يبطل يتجهلك هو ان انت تقلل ايمة نفسك تحس كده ان هو انت مش بصدق نفسك ان هو ارتبط بيك يعني بالنسبة لك انت انجاز كبير جدا لا هو كمان انت انجاز عنده ان هو ارتبط بيك يعني يعني ما تقللش في ايمتك حس بايمة نفسك ادي لنفسك ايمة صح ادي لنفسك بريستيجها ادي لنفسك يعني خلي الناس تقيمك صح ويبقاش حس ان انت بيك مش حس بيك نفسك ما عندكش ثقة في نفسك ما عندكش احساس بالمسئولية لا بالعكس دي برضو نقطة مهمة جدا دي النقطة الاساسية جماعة اللي انتو لو بطلتوا تعملوها اي شخص بتجاهلكوا هيبدأ يحب بالو ان هو اي ده لا انا في شخص فقدته او ان انا يعني خلي عندك قيمة يا جماعة ارجوك وخاصة البنات ارجوهم تتدلقوش على رجل ما ما حصل وخاصة لو حسيت ان هم مش بيتجاوب معك خلاص امشي ممكن ربنا سبحانه وتعالى عوضك بالاحسن منه تقعدوش تستثمرو في علاقة هي فشلة او تقعدو تبزلو موجود في علاقة انتو من تلي كده لو انتو شغلتو مخوكو وشغلتو عقلكو هتكتشفن العلاقة دي مش نافعة وامرها ما هتنجح يا جماعة اركزو جدا جدا في النقطة اللي انا قلتها النهاردة لان هي نقطة مهمة جدا وتخص الشباب اكتر وتخص يعني اللي هما الناس لسه في التجارب عاطفية في المرحلة الاولى او لسه ما ارتبطوش قبل كده او دي او مرة ارتبطو ادي اموت نفسو ادو ايمان نفسوكم حس بقيمة نفسوك متقبلوش حاجة انتم مش عايزينها متقبلوش اي طريقة تعامل وحشة متجروش ورا خد بس دي الاهام التابس اللي حب اقولها النهاردة قلولي ايه التابس كمان انت تحب تقولوها هالي لو انتو تبقى يعني حاسين التابس دي ممكن انت بعد حد بيحبك او بكراش عليك وتخليه بطل يفكر فيك اتخلصت من العدد دي لو هي عندكو صدقوني اي حد انت معجب بيها تلاقيه جاي يجري وراك وعايزك وعايز ارتبط بك شكرا بحبوكو جدا جدا بيج هارت اشوفكو في فيديو تاني باي باي مع السلامة